كل عام وانتو بخير ضيافتنا اليوم جوزية محبوبة الجميع عملتها سابقا على القناة بحشواتها المميزة والمعروفة اليوم حبيت اعملها بحشوة جديدة مكوناتها 100 غ زبدة طرية خفقتها مع ربع كوب سكر بودرة لحتى صارت كريمية بعدين اضفت بيضة وملعقة فانيلا خفقتها منيح ولما اختفت اضفت كوب طحين منخول وربع كوب نشا ونصف ملعقة شاي بيكن بودر المفروض اضيفها هلأ بس انا نسيت وذكرتها بعدين بنخلطها شوي وبنكمل بالملعقة او باليد العجينة بتكون طرية وما بتلزق ريحتها بالتلاجة نص ساعة بعدين كورتها وخبزتها على مكينة الجوزية كل كورة وزنتها سبعة غرام بسرعة بتستوي يادو بدقي او نص بس بردت حشيتها بالتمر مع القرفة وبعد ما دحرجته بالفزق الحلبي لو حبيتوا ممكن تحطوا حبة لوز جوه التمر حبيت اعملها اليوم بهاي الحشوة السهلة لو حبين تشوفوا طريقة حشوات القناش بتلاقوا الرابط بأول تعليق ان شاء الله تكون عجبتكم في امان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر